للمرة الثانية يحتفل السعوديون بذكرى تأسيس دولتهم قبل نحو ثلاثة كرون على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود بمحمد بن مقرن هذه الذكرى التاريخية التي بدأت المملكة الاحتفال بها بداية من العام الماضي هذه الذكرى العطيقة انطلقت من دولة مدينة الدرعية عام 1727 التي لاحظ المؤرخون أنها تتسع وتنحصر حسب الاستقرار السياسي فيها من خلال أمور ودروس وتجارب متركمة وطويلة كانت حاضرة عند الإمام محمد بن سعود الذي واصل رحلة كفاحه في ميدان القيادة والتأسيس حتى نقل بفضل عبقريته دولة المدينة في الدرعية إلى مرحلة الدولة التي تعارف المؤرخون على تسميتها الدولة السعودية الأولى التي شكل قيامها حدثا كبيرا على منطقة نجد حيث بسطت نفوذها على معظم مناطق جزيرة العرب بل وصل الولاء لدولة إلى مناطق في كل من العراق والشام عام 1803 ميلادية دخلت جيوش ابنه الإمام عبد العزيز بمحمد مكة المكرمة دون إراقة دماء وبعد عبد العزيز حكم ابنه الإمام سعود الذي عرف بسعود الكبير الذي وصل جهود أبيه وجده في توسيع نفوذ الدولة وترسيخ الإصلاحات وبعد وفاة الإمام سعود تولى الحكم ابنه عبد الله الذي دخل مع العثمانيين المعتدين في حروب امتدت سبع سنوات أبدى خلالها السعوديون صمودا وبسالة للتصدي لتلك الحملات لكن بطش الدولة العثمانية الكبير تسبب في سقوط دولة بعد اغتيال العثمانيين للإمام عبد الله بن سعود عام 1818 سادت فترة من الفوضى أنهاها ابنه الإمام تركي بن عبد الله باستعادة الرياض بعد طرد القوات العثمانية وأسست دولة السعودية الثانية عام 1824 التي انتهت بخروج الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الرياض وبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي تمكن عبد العزيز بن عبد الرحمن من استعادة الرياض وأعلن قيام دولة السعودية الثالثة وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية عام 1932 الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وضع أركان دولة عصرية شهدت تطورا مرحليا في مختلف المجالات في عهده وفي عهد أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله الذين رحلوا وترك كل منهم بصمات لافتة على الدولة ومسار تطورها تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترات حكمهم حتى تولى أخوهم الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم كسابع ملوك دولة السعودية الحديثة وتولى ابنه الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد لتشهد البلاد نقالات وطفرات متسارعة ولافتة طالت كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية بل حتى الترفيهية والسياحية وأطلقت الدولة مشروعات تنموية كبرى كانت محل تقدير في الداخل والخارج كما أطلقت رؤية وطنية شاملة لبناء دولة المستقبل ظهرت علاماتها في مدينة نيوم التي ترسم خطوط مدن المستقبل في العالم وملامحها ما يجعل السعودية الآن واحدة من أكبر دول وأثقلها مسجلة اسمها رقما صعبا في المعادلة الدولية